أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار شديدة وقبل الخضوع في تفاصيل الفيديو لا تنسوا دعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك كما يعلم أجمي هذا الأسبوع القناة السابعة نزلت إعلان على أن سلسلة الأمانة ستبت يوميا في توقيتها المعتد مع عاد يوم الاثنين سيتأخر الموعد بسبب احتفال بمناسبة دينية ولكن ابتداء من يوم الثلاثة سيعرض في موعده الأصلي ولكن الآن تفاجأنا مرة تانية حيث أن القناة نزلت عرض جميع السلسلات التي ستبت الأسبوع المقبل ولكن لم تهرد سلسلة الأمانة يعني الأمانة غير موجودة في قائمة العرض لهذا الأسبوع كأن القناة السابعة أخرجت الأمانة من المصرح طول الأسبوع والعديد أصبح يسأل عن السبب ولم يتقبل هذا التلاعب من القناة السابعة يقولون كان من المفترض أن يعرض منذ أسبوعين إلى الشاشات لكن تم التأجيل وحتى الأسبوع لم يعرض يعني هذا الأسبوع لم يعرض وهذا هرى وقلة احترام لمتابعين السلسلة أظن أصدقائي أن المشكل ليس من كراميل لأن هناك الكثير من الحلقات الجاهزة للعرض السبب هو القناة قد يكون هناك خلاف بسبب وقت العرض لأنه تم دخول شركة إنتاج جديدة بعمل جديد للقناة وممكن أن يتوقف المسلسل إذ لم يتم التوصل إلى حل كما حصل مع العديد من الأعمال ونتمنى إن شاء الله أن يتوقف انتقاما لسيلة ونتمنى عمل يليق بخليل وبفخامته كما أيضا اليوم سلسلة شراب التوت البري عرفت تقدم في الريتينغ وهذا كان واضح منذ الأسبوع الماضي ومتأكد أيضا حتى هذا الأسبوع المقبل سيرتفي الريتينغ أكثر بسبب قصة نرسمة التي هي أيضا تجلب الضوضاء للتصنيف وحتى بصراحة القصة بأكملها أصبحت تعرف تقدما وفي الليلة المقبلة كان عرض رائع والفريق بأكمله محترف وكل شخصية تقوم بعملها بجهد كبير إنهم يستحقون الكثير المهم أصدقائي لهنا نصل إلى نهاية الفيديو وإلى اللقاء وموعدنا دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة مع السلام